عندما تحدثوا زراء الخارجية في منتدى عام مثل ذلك فإنهم يكونون متمرسين ومتدربين بشكل جيد على أن يصرحوا بالقليل ربما يقولون بين الصطور ما هو أكثر لذلك تعين علينا التماع في معنى ما قالوا ربما فيما لم يقولوا وإنما ما حاولوا الإشارة إليه ولكن بشكل ضمني هكذا ففي هذه الحالة أعتقد أن أداء وزير الخارجية المغربي بوريطة كان ممتازا في كونه شرح الموقف المغربي دون الإدلاء بأي تفاصيل وألمح في البداية إلى أنه سيكون ديبلوماسيا بشكل كبير في ردوده وإذا كنت متابعا لهذه المناقشة مع سفير فلتمان فإنني سأجد أن أهم ما صرح به الوزير المغربي كانت كلماته الافتتاحية حول الحاجة إلى ما وصفه بتغيير النظام العربي أعتقد أن ذلك كان بلغة أهمية وكان بودي أن أسمع منه تفاصيل أكثر عن آرائه في ضرورة التحول بالنظام العربي الذي ركز لعقود على الصراع العربي الإسرائي والوصول بذلك النظام إلى نظام يستند إلى القيم المشتركة والمصالح الاقتصادية ومجتمع مفتوح بشكل أكبر أمام الشباب والفئات المهمشة الأخرى في نظام عربي جديد يركز أكثر على الحلول وليس على الصراعات وأعتقد أن ذلك كان مديشا وكنت أتطلع لمعرفة تصوره لمثل ذلك النظام ترجمة نانسي قنقر